بعد الانخفاض المحسوس لأسعار النفط إلى أدنى مستوى منذ أسبوعين، نتيجة مخاوف بشأن ضخ السعودية وروسيا مزيداً من الخام في النصف الثانية للسنة الجارية، عاد نفط برانت الاستقرار فوق 75 دولاراً للبرميل مرتفعاً عن مستوى 74 دولاراً للبرميل. أسعار النفط عرفت تراجعاً كبيراً في الأيام القليلة الماضية بعد تسريب أنباء عن انتفاق وزيراء النفط السعودي والروسي بزيادة الانتاج النفطي لأوبك والمنتجين من خارج المنظمة بواقع مليون برميل يومياً لمواجهة النقص المحتمل في إمدادات فينزويلا وإيران على خلفية العقوبات الأمريكية المحتملة عليهما. ووسط تخوفات الفاعلين في سوق النفط من تأرجح الأسعار صعوداً ونزولاً بسبب خطة زيادة الانتاج، أشار محللو بانك كوريدي سويس إلى أنه حتى وفي حال زادت روسيا ومنتج أوبيك الانتاج، فلن يضيف هذا على الأرجح سوى 500 ألف برميل مما سيترك المخزونات في معظم الدول الصناعية دون متوسط الخمس سنوات بنهاية عام 2018. وساهمت القيود المفروضة على الانتاج بقيادة أوبيك إلى حد كبير في تصريف فائض المخزونات بالدول الصناعية وتواصل انخفاض المخزونات في انتظار اجتماع منظمة أوبيك في فيينا في الثاني والعشرين من شهر جوان المقبل.